ماذا يبقى من الدولة إذا استأثر المحتلون بخيراتها وانهبوها وما يتركونه لوكلائهم في الداخل أيضا ينهب ويهرب إلى الخارج تلك هي قصة العراق وأمواله المهربة إلى الخارج على يد المسؤولين منذ عام 2003 وحتى الآن وصار الحديث عن هذه الأموال المهربة في الأروقة السياسية فهذا وزير المالي علي علاوي يقر بأن أكثر من 200 مليار دولار من أموال العراق أصبحت خارج البلاد بسبب عمليات الفساد مؤكدا صعوبة استرجاعها لدرجة تصل إلى الاستحالة ما كشف عنه وزير المالي ليس إلا ثلثة ما اعترف به مسؤول آخر رئيس هيئة النزاه الأسبق رحيم العقالي يرفع حجم الأموال المهربة إلى الخارج إلى نحو 600 مليار دولار تمت سرقتها من الموازنات العامة وبشكل سنوي يذهب نصف الموازنة إلى جيوب الفاسدين كما أكد العقالي هذه الأرقام الفلكية التي تكفي لمشاريع تنموية للمنطقة كلها مصدرها النفط حيث تقبع بجانبه مدن في حالة يرثالها بسبب الفقر وانهيار الخدمات والتلوث وفي مدينة البصرة يكمن المشهد المضحك المبكي لهذه المفارقة الكبرى الأموال المهربة أصبحت في عداد المفقودة إذ أن حكومة الكاظمي في أزمتها الاقتصادية بدأت تغازل ناهبي هذه الأموال وتساومهم بين تبييض سجلاتهم وإعادة جزء من هذه الأموال ومع ذلك فشلت لأن قضية استعادة الأموال المهربة يجب أن تنطلق من حكومات نزيهة وليس من حكومات متواطئة مع الفساد بحسب مراقبين وعلى ذكر التواطئ مع الفاسدين يذكر أن أول مشرع للفساد في العراق الجديد بدأ ينظر بالنزاهة والعفة ولكنه كما قال الشعب العراقي يعرفه جيدا ويدرك من هو والحمد لله من يعرفني يعرف وضعي المادي ويعرف حرصي على المال العراقي